بعد اختيارها كعرابة لليوم الدولي للعيش معا في سلام الفنانة أمال وهبي لغبت علينا في الساحة الفنية برنامج كلوزر ما ضيعش الفرصة وتكلم معها رح نعرف جديدها وأكيد هنأناها بهذا اللقب وحتى رح تحكينا على وشارك راني سعيدة جدا لاختياري كعرابة لليوم الدولي للعيش معا في سلام 2021 يعني من طرف الجمعية الدولية أيسا أون جي تحت رعاية منظمة الدول المتحدة لوني اختياري لكوني فنانة جزائرية عربية شاركت بعدة أعمال عن طريق مشوارها الفني بأغاني أفلام للقضايا الإنسانية إن كانت عن السلام عن مساواة بين الناس ضد العنصرية مهما كانت أوجه العنصرية للحقوق الأطفال إلى آخره لأن قناعتي أن رسالة الفنان رسالة عالمية وإن كان لنا قضايا يجب أن يكون لنا أصوات لها صدى عبر أو عن طريق مؤسسات الدولية هذا اليوم يوافق 16 ماي من كل عام وهذا العام 2021 لكن فعلياته طول العام وطول السنة تقوم به الجمعية بعدة أنشطة ثقافية اجتماعية سياسية عبر العالم إن شاء الله هنعيشوا هذا العام معا بعد معا في سلام كل عام أنتم بخير الجديد انتاعي هو يوم 21 مايو صدور الأغنية خليها على الله هو عبارة عن سينجل في كل المنصات الموسيقية عبر العالم مع شركة يونيفرسل إن شاء الله هتعجبكم يا رب